السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير أحوالكم طيبة ومنقصكم حتى شي خير ومرحبا بكم معايا من جديد في قناتكم وطباق حليمة الفلالي مع فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم إن شاء الله غادي نحضروا أهم شيوة أهم يعني الوصفات اللي كتكون حاضرة في موائدنا المغربية وخصوصا الرمضانية يعني وصفة لك يعشقوها داع المغربة اللي هي البطبوط مع عمر وصفة مغربية بمتياز كان وجدوها بحشوات مختلفة فاليوم وكيف تعودتكم كل سنة غادي يكونوا حشوات مختلفة على اللي شتوا معايا من قبل حشوات لديدة وأكيد سهلة في التحضير فبقاوا معايا نشوفوا تفاصيل تحضير هذ الحشوات وحتى البطبوط من أول فيديو الآخر دياله أول حاجة غادي نوجدو العجينة ديالنا اللي غا تكون فيها الفينو ودقيق الفورس أنا غادي ندي زلافة كبيرة شوية ديال الفينو وغادي نزيد جوز زلايف ديال الفورس وممكن تديرو النص في النص يعني نص الكيمية من الفينو والنص من الفورس وطبعا الكمية اختيارية كانت نقصو أو ممكن تزيدو لو كنتو باغين يعني تحتافضو بالعجينة في الموجة ميد من تبغيوها تعمروها أنا يعني درت القدر اللي غادي ندلكم منو ثلاثة ديال الحشوات مختلفة وطبعا الكمية كتكون كتيرة هناك ما كنتشوفو معي الفينو ودقيق الفورس ها في غادي نغرب له دقيق بالنوعيه وعد غا نزيدو باقي المكونات هنحتاجو طبعا الخميرة ديال الخبز هنستعملت هنا يا حبوب ممكن تستعمل المعجونة درت واحد المعالقة كبيرة عمرة ومعالقة ديال السكار سانيدة غادي نزيدو الزيت زيتون من الاحسن ما عندكم جدل زيت النباتية هنضي واحد لتاد المعالقة على حساب الكيمياء اللي دير ديال بطقيق زيدة يدرتون سكيلو ديال بطقيق ديرو جمعالق والملح هنبعدو شوية على الخميرة وغادي نجمعو بالماء سخون شوية ولا دافي دابل جو برد واحد شوية غادي نكون الماء شوية سخون باش تلعجينة قد تخمر لنا كنعونوها انتفاعل ضغياء بطبيط اللي كنحضر معاكم دائما وصفة ناجحة والاهم هي في طريقة ديال طياب ديالها وحتى التخمير هي اللي كتنجحو وكتخليه يتنفخ وطبعا هاد الاسرار والنصائح كل اللي كنعطيها لكم من جديد في هاد الفيديو باش كل شي نجح معاكم نستمر كنجمحها وطبعا نلقوها اما بيدينا او باي عجدنا او ربو عدنا حتى كتلكم زيان وكيف قلت تكون خفيفة العجينة رحنا محدنا كندلكوها ويا كتجمع ولكن هادي رخصها شوية ديال الطقيق هنا نزيدها شوية ديال فينو صافي تكون كتلسق هي تقريبا واحد زلافة ديال الما لزات لي لانا زيت واحد شوية ووجرات هنا كما رحتو البول ديالي دهنتها بشوية ديسيت وغندر فيها العجينة وغادي نغطيها ونخليها تختامر مزيان حتى كيتضعف الحجم ديالها بالنسبة الناس اللي ما كتبغيش تخمر ليهم العجينة حتى عندهم البرد بزاف فنا سيحتي نسخنوا الفران غير واحد شوية ندفيه وبحنا غان ندلوه الحرارة ديال الصيف ونطفيوه وندخلوه العجينة ديالنا كما بغاد يكون نوع ديالها فاكتخمر بسرعة شوفوا كيفاش طلعت معايا بسرعة ولكن ما تسخنوش بزاف فقط اننا نحصلوه على واحد الجوب اللي هو دافي شيئا ما وندخلوه بعد ما كان طفيوه ففيهنا غادي نخويوها نديغازيوها وغادي نديلو الدقيق بزايد وناخدو كمياء من العجينة الاخرى من الاحسن نغطيوها هديك البلاستيك اللي كنت مغطيه بها من قبل نكتلو الدقيق باش ما تلسخش معانا ونحاولو نرقو العجينة ديالنا البطبوط خصوه شوية يكون رقيق ما يكونش غليد را نفس الطريقة ممكننا نديرو البطبوط الكبير انا كنديرو بالنص فينو والنص فورس وحتى هذا غاية اليومة نقول كنديرو شوية رطيطب ممكن طبعا ديروه بالطقيق الكامل انا فيت ليدرتو معكم بالطقيق الكامل توا كيجي غزال وكيجي يعني ما تخلعوش سمعوا الطقيق الكامل كيجي خايب لا كيجي رطيطب حتى هو وزوين انا غالبا كنديرو بالطقيق الكامل صافي عن السامر وكل مراش شو بالطقيق مزيال باش ما تلسخش ليكم إلا كانت تلسخ بيك تقطعو بالطابع فكي تديفورما صافيك ناخدو اما طابع كبير او لا صغير وكيجي قطعو بالاشكال لي بغيتو هنا دائري اللي الشكل لي معتاد عندنا ولي مولفينو من القديم صافي هكذا يا كنحطوه على الجنب اردو البال اللي اديها تقيلة وكانت لعجينا خمرات لها المرة اللولة بزاف فمن الاحسن غير تقطعيها وتسالي تبديت طيبي باللولة اللي قطعتي انا كن اكد لان ما تكون خامرة اكثر من القياس فكا تعودت خمر ضغية ويلا خمرات ليكم وتعطلته فما كتبغيش تنفخيني كتكون خامرة اكيد ما غتنفخ لكمش في المقلع انا قدرت هادي و قدرت التانية ومشي طيبته مع درجة الثالثة كما لاحظته قدرتهم في واحد المنديل وغمشي نخليهم هكا على جنب نطلق العجينا الثانية ديالي ومشي مباشرا نبدأ بهادو اللولين نطيبهم طاف انا اخد الكمية الأخرى وبالنسبة العجينا اللي كتبقى لي فكنا نخطيها عاود بالبلاستيك هي اللي غاني ندير بيها شكل الثالث يعني اللي بقلي على هادي والاخرى هندير بيهم شكل الثالث هنا كنحاول نقطع الى شكل مستطيل وكن اخذوها تشكيل كنت درته معاكم في الوقت ديال كورونا يعني كنت تحت لي فكرة قلت علاش اللي ما نديرهاش وكنت يعني ما كنت متوقعات لقى دك الاعجاب الكبير وبالزاف منكم عجباتهم الفكرة وستحسنوها ولاو يعني ولات شائعة عدوصة ولات شائعة الحمد لله كيعجوني الحال فكنا نقطعوه اما مستطيل اما مربع فكتجي سهلا وما كتقايش عاد تقطعي وتبقى اللي جينا شيطالك بزاف وكتضيع وتعاود يعود ثاني تلقيها فهدي مختصرة جدا وكتجي حتى هي زوينا على شكل كيف قلت مستطيل او لا مربع ويحاولوا تقطعوهم يعني قياس متقارب صافيو هادي العجينة اللي بقات كنجمحها مع الخراوية اللي غدير بها الشكل الثالث دابا غادي نمشي مباشرة باش نطيب ذاك شلي درت ولكن ورا يقوم هات الشكل باش عاد نشوف الطياب ديال كل شي مرة واحدة هدا بالنسبة اللي جينا اللي بقات ليا فكنخليها ترتاح وكنقطعها يعني كويورات او لا دويورات صغير وورين باش غادي نديرو شكل اوفال لي بحالي شكل ديال الصندويتش هادي توجته معكم من قبل لكن حاولت نجمع معكم اليوم في فيديو واحد انتو مختارو الشكل اللي بغيتو او لنوعو كيف غادي ندير باش يعني يكون تنويح انا كما قلت انا انا من الحشاق ديال اللي بطبوت ما عمر كيجيني خفيف ما كيدرنيش ما كيتسقلش عليا وكن عمرو بعد مرات تصغيب اللي كان بطاطا مسلوقة بيد مسلوق اللي كان كنديرو فيها صافي انا اخدو هكا كنديرو الطقيق من الاحسين كون طقيق بزايد هنا ما غتتعودش العجينة يعني الكورا اللي تلقناها كتبقى فنكتروا الطقيق ماشي مشكل صافي ممكن تلقوه على شكل بيضاوي او اوفال ونمشيو باش نطيبو كلشي بالنسبة هدك ما قلت طيبتهم من الولا قاعد الحرين اللي ساليتهم بديت باول واحدة تهيى طيبتها هنا بطريقة اللي كان شوفو دائما ديال البطبوت كان ديروه في مقلاع عفية مرتفعة غي كان شوفو بدهو يدربو بوقات صغير ورين مباشرة كان بداو نقلبوه وردو البال باش ميتقبوش ليكم لانا لا تقبت ما غتنفخش كان بداو نقلبو فيها كل مره ينشوفو هاش تترسام الجيال حرى كان قلبوها حتى كنشوفوه بدهو كي تنفخو العفية كتكون مجهده حتى كي يتنفخو عاد كان نقصوه نخليهم يتحمرو على خاطره باش ميجيوناش خوضر سافين غادي نستمر بنفس الطريقة وانا كان قلب فيهم غير يتنفخو كيف قلت كان نقص العفية ونخليهم يتحمرو من الجهتين ككونوا موجدين فاش غادي نحطوهم طبعا وكيف كان نقول دائما ناديات راحة نفسية كان شوفو البطوط ما فهمش كان يحسوا باحد الفرحة كان شوفو كي تنفخو الى متنفخو الى اخمرلكم بزاف مره خورا ما غايتنفخش لبناء تبدو بالكم او لا تقبتوه او لا كانت العجينة غليضة بزاف فما كي نجحش سافي ها هو نين نقص شوية العفية واخليته يتحمر من الجهتين غا نزولوه وهذه نستمر كان طيب الدائرين كلهم ولكن غامشو نشوفو دابا المربعين نرى بنفس الطريقة ما كانش نهائيا الفرق خمسة ثانية هنا غير كي يبدو يديرو البوي وقات ما تخليهم شي كترو غير واحدة شوية كان قلبوهم من الجهة الخورة وكانبقو مره مره كان قلبوهم هديك هديه التالية هي الى تعطل منيت في النفخ ديالها سافيتك يبدو نبالو انها قلب خدات ديالنا بدو كي تنفخو سافي وعمشو مباشرة بعد ما كان سلي الكيمية ديالي كاملة كان مشي انطيب هدوك اللي اوفال اللي بقى السوندويتش بنفس الطريقة ما كانش نيائيا الفرق تاول مقلاء العفية مجهتا كان ديرو بهات الشكل وكان بدعو من كي يتبوقو انقلبوهم سافي غامشي لديك اللولة اللي درت نتبحها بالاخرى وانا غادي معهم وحدة بوحدة تاك نقلبهم كاملين ونبقى كنقلب فيهم كنت نضم طريقة رهان فهوما نزيد واحدة اخرى يباليكم هدوك اللي تحطو في الاخير هما اللي تعطلو في النفخ ديالهم تاك نزولوهم وكان ديروهم في واحدة المنديل ونغطيوهم وكان ديروهم في المجمد فكن حلوهم قبل من الاحسن نفتحوهم ونديروهم وحدة فوق وحدة وكان ديروهم في البلاستيكا وفي علبة وكان نحطوهم في المجمد وكان نبغيوهم كان نجبدوهم غدا يقلون وكان سخنوهم إلى واحد الألد البانيني وعد كان عمروهم ما بغيناش نسخنوهم مشي مشكل كنا ديجة شاعل الفران كان وجدو شي حاجة نحطوه وشي في الفران ونعمروهم ونعمروهم أنا ما كان بعد المرات ما كان نسخنهم موالو كنا عمروهم كيبقوا مزيانين صافي غادي نستمر أنا غادي نحلهم كاملين ونرجعوا باش نشوفوا الحشوات ديالنا اللي غادي نعمرو بهم والاقتراحات اللي غادي نعطيكم هاد النهار وطبعا ما نقبل رانيشت معكم كل سنة حشوات مختلفة عمري عاودت حشوات اخرى اليوم وكذلك غادي نعطيكم حشوات مختلفة عدنا البصلة جبن جبن حمر مقطع طون شاخك يوتخيم وكيت نقصوا اللي يبغيتو بيض مسلوق مايوناز جبن كريمي اي نوع كتفضلوه غادي نحتاجو كذلك زيتون مقطع خاص مقطع بزار والملح بصلة مقطعه رقيقه واحد نص حبه كبيره او حبه صغيره شوي دلدان في ميله ما كانش مو ممكن تستغنو عليه بصفة نهائية وكيم كيهزوين به طبعا ما كان صعبش عليكم اللي كان ديروه بيض مسلوق مقطع فرماج حمر مقطع الخص مقطع زيتون الخضر مقطع كيميه اختياري ديرو اللي بغيتون قصوا اللي بغيتون قطون علبة واحدة درت مع جوج معاق كبار عامرين من جبن كريمي بزار ملح جبن كريمي هو ديال الدهن اللي كيكون في علب كيتباع ماشي البلد اللي درت يعني هذا اللي كيكون في العلب وكنزيدو المايونيز ممكن تستغنو على الجبن وديرو المايونيز لما عندكمش يعني كيبقى لإضافات اختيارية ولكنها كدب هاد الخالط يجيها سلام هاد الحشوة ساهلة ممكن توجديها قبل الفطر بدقائق يعني بدقائق كتكون واجدك يكون عندك البطبط مثلا نواج لك تخدامه في الموج الميت كتوجديها من قبل كنت بديه ديقونجولا وكتعمري اوهانتي موجد الفطر صافي كما لحتو هنا كنخلطو وكنعمرو بهات الشكل ما تحتاجي لدهني لوالو كل شي فيها ما زيدي لخص لوالو حد فيها يا سلام فكلمة اسهل صافي غادي نستمر حتى كنعمرهم كاملين ومشي ونشوفو الحشوة الثانية اكيد هتا هي غا تكون سهلة بالنسبة الحشوة الثانية هناخدو صدر الدجاج لمقطحك بشكل طولي واحد شوية نزيل سكين جبير الملح لحصاب الضوق غادي نديرو شوية ديال البزار غادي نزيدو كذلك المطارد صديق الدجاج غادي نزيدو معاه شوية ديال الخل بطرية ديال الدجاج او شوار ماء الدجاج اللي عندكم ديروه غادي نزيدو معاهم التوم المجفاف الى مكانش نحكو واحد دريس ديالتو ما يكون شوية كبير وغادي نزيدو صلصة الصوجة هادو من الاحسن يكون عندكم تلاجة فكيدفعو اكيد في الحشوات فرامضان او من غير رامضان الناس اللي كي بغيرو هادو الشيلي معمر فكي يعطيهم اضافة زوينة بزعف هنا يعدنا واحد الياؤور طبيعي علبة وحدة غادي نخلطو كل شيء بالنسبة للجاج هنا يعندي واحد مئتين وخمسين كرام تقريب نخلطو كل شيء ممكن نزيدو الخرقوم الى بغينا هادا كسلصة الصوجات عطينا اللون ما نحتاجوش نرقدوه نخليه واحد ساعة الاقل و نديروه فوق العافية نزيدو شوية ديال الزيت و نجهدو العافية و نخليوه يتشحر إلا ما جهدناش العافية غتلقنا الدجاج المبزاف فمن الاحسن نجهدوه و نخليوه يتشحر مزيان حتى يتلقى الموحدة شوية و تعاولين شاف صافية يكون الدجاج ديالنا واجد ممكن نديروه للاقبال و تغطيوه فتلاجة و تخليوه حتى تبغيوه اولا في الصباح تلاشية و تقليوه و تعمرو به يعني مش مشكلش حال ما خليته كيكون احسن سافي غدي نحركم ازيان حتى كيتشحر و كيكون واجد دبان وجلق الإضافات اللي غدي نزيدو معه سافي و كنخليوه يعني ما ماشي قاعتي نش في مرأة مياه في المياه تكون بها تشكل قصدا خليتكم تشوفو كيفاش كيكون بالنسبة للصوص اما كنديرو ديال لياغورس الطبيعي او هادي ديال المايوناز انا مقليش لياغورس الطبيعي في ذلك المايوناز فاذا تمعا كوني شو محكوك سافي و غدي نحتاجو الخص و مطيشة و كتبقى اختيارية ممكن تديرو منهم اللي بغيتو او تنقصو اللي بغيتو كندهنو بهاديك السوس كنديرو تريف ديال الخص ممكن نزيدو حتى الخيار الى بغينا كنزيدو مطيشة سافي و قطع قطع من الجوبن ديال الساندويتش ممكن نعودوها نعودوها بالجوبن محكوك ديالساندويتش كي يحسن و حجوش طريفات ديالتاج و كي يجيب هات الشكل سافي غدي نستمر بنفس طريقة كندهن بالسوس سوس سوس المايونيز مع الكورنيشون كنزيدو الخص مقطع و مطيشة ايه ديالتكير فقط و كنزيدو الفرماج انا هادي ديالساندويتش قطعتها على 4 لان البطفوت عندي صغيرة و كنزيدو قطع طريفات ديالتجاج صافي سهل و كنزيدو ممكن نزيدو هنية معاها بصلة مشحرات هايكا جيزوينا اللي بغيتو زيدو بالنسبة لحشوه الثالثة فحشوه هاتكون بالكفتة بالكفتة والخضره فهي كانوا بتطلبوها مني بزاف و اول مرة غدي ندير معاكم ديال البطفوت بالكفتة قدرت معاكم بالكفدة بالتجاج بالانواع دياله بالخضره بالكفتة قعد كتاب نديرها لكم فقط نديروها يعني ممكن نديرو بصلة الفلفلة كبيرة مقطعه في الفلفلة حمراء ممكن نديرو الفلفلة الخضره انا مدرتش الخضره هنا ديرو الفلفلة اللي عندكم ميكا يتشحروا مزين كنزيدو الكفتة البزار بودرة ديالتوم ممكن نديرو الملح على حسب الطوق طبعا شوية ديالتوم شوية ديالتوم ممكن تعطره بالتوابين اللي تعود نديروها مع الكفتة هنا غدي نزيد شوية ديالعطرية ديالتوم اللي كانت طبعا غدي نزيد كذلك اربع قصبور ومعدنوس وقبل نزيد شوية ديالتوم قصبور يابس من طحون كيتوتها مع الكفتة بزافة من سبا الربيع غدي ندير المعدنوس وشوية ديالتوم قصبور غدي نزيدوه وهد الحشواء خاصها نديروها ومين نبغي نعمرو بها نصخنوها ونقطموها مباشرة لإننا دابا شوية البرد والكفتة خاصة تكل شوية سخونة فكتجي اللي إذا أكيد محتى يرى ساهلا نفيهاش بزاف ديالتاقيدات صافية غدي نحرق كل شي نزيده طبعا تحميرها من سوهاش نزيده منها واحد المعالقة صغيرة عامرة صافية والإضافات تبقى اختيار هنا غدي نزيد شوية ديال الزيتو نقطع في الآخير طبعا ما غيحتاج طيب فكنزيدوه صافية وكنخلطوه والحشوة دينا كتكون واجدة ممكن نزيدوه معه فرماج محقوق يعني نخلطها هكا حتى الآخير مين نبغي نقدموه ونزيد معه شوية ديال فرماج محقوق هننا بنزبر السوس غديرو سوس باربيكيو كيتشوب مايوناز ممكن ديلوه حاجة واحدة منهم يعني ممكن غير المايوناز بوحده ولكن هاد الخالد كيتواته بزاف مع الكفتة خصوصا الإضافة ديال السوس باربيكيو هنهنرت كيتشوب غنزيد شوية ديال السوس باربيكيو ممكن ديال السوس باربيكيو مع المايوناز اللي كان عندكم ديروه نزيد منها واحد المعالقة وغدينزيد المايوناز ونخلط كل شي غا تكون الاسوس يالي واجده كجلديده ممكن ديرو السوس الجغيان مع هدي ممكن السوس اندالوس اللي توفر ليكم ديال بورجر حتى يكت جيمس يانا نصافي وكنا اخطو انا هادا وما طيبته مش لانا من بعد مين بغي نقنطمهم غادي ندوزهم في الآلة ديال البانيني غا يكمل العجينة ليه هالطياب وغادي سخنو ليه كما قلت لبرد في الكفتة اما تصخن وتعمر وتقدم مباشرة اما بحلقة ندوزها في الآلة ديال البانيني نقدمها تقدر شوية ديال الخاص او تزيدو حتى الفرماج كي يجي يا سلام فرماج محكوك او لشريح ديال فرماج صندويتش اللي توفر ليكم نستمر كنعمرهم كاملين ونشو نشوفو الشكل النهائي ديالهم وبالنسبة الحشوات اكيد هنخلي لكم صندوق الوصف جميل اقتراحات الاخرى كيف قلت لنا البطبوت اكيد اكيد كيكون حاضر غالبا فالموائد ديالنا كل شي كيعجبوه حتى ما كيش شي حد ما كيعجبوش البطبوت المعمر وهذا الشكل النهائي ديال الشكل الول هذا الشكل ديال الكفتا كيف كتشوفوه مثل ما سخنتوش كي يجيوا رائعين ولدات بزاف ومختلفين كنتمنى يكونونا الاعجاب ديالكم وتجربوهم كنشكركم دائما على الدعم لللايكات ديالكم على التعليقات الطيبة وكنتمنى اللقاء كل مرة القادمة وانتم في احسن الاحوال الى اللقاء ومع السلام